مادام عزة اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وركاته. اه معي سؤالين حضرتك لا سمحت. فضالي. اه بص حضرتك اول حاجة حضرتك بتقول بالنسبة لصلاة الفجر. وانا صاحية يعني وانا بالنهار بصلي كل الفروض. اه وملتزمة بيها جدا. وبصلي كويس جدا وبزكي وبعمل بس اجي لصلاة الفجر. ما بقدرش اقوم اصليها. اه. واضحة الصبح ندمانة جدا 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 لدرجة ان احيانا اه بكتائب على ان انا ما بصليش الفجر. اه. وعني يعرف حضرتك كل سنة اروح عمره وملتزمة. هل معنا كده ان ربنا اه غضان عليك? يا حاشة لله. ده اول سؤال. بس ممكن اسألك سؤال قابل من اتنين للسؤال التالي. الحضرتك عندي اولاد? عندي اولاد. كم ولد ربنا يخلي? عندي تلاتة تلات بنات. بتفرق بينهم ولا كلهم واحد? والله انا ما بفرقش طبعا تلمو عملة بس اكيد برضو عندي بنت صغيرة حس كده ان هي مهملة الى حد انها. ممكن توطي التلفزيون بس اشان اعرف اقول لك كلام مهم? اه اوكي حاطر حاطر. ايوة تيخ خالص ايوة? حاطر. تمام. ايوة. طب انت رأيك ايه في اللي بيفرق ما بين ولاده? بيجي ولد يعني عنده تلات عيان. اه? اه انا مش فيه اه بغرض ان انا اصدى ان انا طبعا لا انا مش مش اصدى. بس هم يعني اه ومشتجين لي اكتر منها. كلام جميل. لو افترضنا ان فيه. انا واخد بالي. فاهم اصدك. انا بقولك لو عنده واحد عنده اربع عيال والاربع اولاد والاربع اولاد كلهم محدش محتاج اكتر من التاني. الاربعة مرحلة واحدة في درجة واحدة في اه شعور واحد. اه. هو جاء على واحد من الاربعة. واهمله. اه. وتركه. وتنشه. ومدلوش اي حنان ولا احترام ولا حب ولا عناية ولا حاجة. ايه رأيك في الكلام ده? اه. ده ظلم ولا لا? لا طبعا. لا طبعا ظلم فعلا. الصلوات الخمسة. بس انا اقول لحبيبك. اه. اللي هم اللي الكبار بيبقوا. اه حبيبك ونزل الصلاة. ايه يا فنجب ايه. الصلوات الخمسة دول اولادك. ايه. تميتي بالدهر والعصر والمغرب والعيشة. جيت على. اه. جد. وهو واحد من اولادك حضرتك. اه. مهتمتيش به. يرديكي الكلام ده يا مادام عزة? لا ما بيردينيش. وانا زعلانة من نفسي جدا. هو متأزمة نفسيا. طيب. متأزمة نفسيا لزالجل فساعة ان انا ابكي. اه. وتروحت في الواحينات العمرة وبقيت ادعي ربنا. اللي يعيني على العلاء. وفي صحابي بعتولي دعاء. ان انا يعيني على لدرجة ان انا جوزي احيانا ان يصليني اتخلق معي عشان انام. اتخلق معي. انا مقصرة وعارفة. قولي لي حضرتك انت بتسهاري كتير? والله بنام ساعة اتناشر بالليل واحدة. اه واحدة بالليل واتناشر دايح وتقبر سهر. اه. مش شايفة كده? اه. ما جربتش تنامي ساعة بدري ونجرب التجربة دي. والله حاضر ححاول. يلا. ححاول حضرتك. وفيه منبه. حاضر. فيه منبه. اه. اه. نستخدمه رخر. انام بدي. طيب. ممكن كمان تتصدق علي بحاجة اختراح تالت. اه اتصدق حاضر. تتصدق علي بحاجة انا بس. ازاي? تتصدق علي يعني التوعيني. يعني تسمعها كلامي. اه حاضر طبعا طبعا. حاجة تالتة. حاجة تالتة. ايه ايه الحاجة التالتة دي? انه اه بعد العصر كده بعد ما تصال العصر تنامي نص ساعة. اه. تختفيلك نص ساعة. اه. بس. كده انتهت مشكلتك انتهت تماما في الابتعاد عن صلاة الفكر. اه. ايه رأيك في الفكرة دي? اه. النوم حداشر. اه. ساعة قيلولة ساعة كده بعد صلاة العصر كده نص ساعة. ان شاء الله. اه. تختفيها خطفك. اه. وتزمط المنبه. حاضر. حاضر. وحندعي لك. خش على السؤال التاني بقى. اه. السؤال التاني هلأ ان انا بصلي بيتي. اه الوضع هو القدمين بس فهم من اللي يكونوا مبينين لكن رجلية لازم اكون مغطيها وانا ما فيش حد معايا خالص لبقبتي. تمام. في محراب يعني. لازم اغطي رجلية قلب الشراب ولازم قلب الصويل قوي ولا ممكن يبانوش رجلي. حاضر. حجوبك على السؤالين دول اسمعيني بقى حضرتك في من خلال الشاشة التلفزيون وشكرا على تواصلك معنا. شكرا جدا. اهلا بك يا هانم. تمام. اه بالنسبة لصلاة الفجر انا عاوز اقول بانصح الجميع اني اه اه الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان اثقال صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. طبعا مش معنى كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم الناس بالنفاق. انما معناها بيقول ان في ناس منافقين بيصلوا الصلاوات كلها. انما في اه فرضين اتنين بالذات تقال على قلبهم جدا. الفجر والعشاء. اللي هي رسول الله. خد بالك بالعلماء بيشرحون رضي الله عنهم وارضهم. بيقول لك لانه هم دول الوقتين اللي ما فيهمش رياء. ما فيهمش ايه رياء. الوقتين بتوع الضلمة. يعني المغرب لما بيدن ما بيكونش الوقت ضلم. انما لما تشتبك النجوم الدنيا بتضلم بجد كان بيكون في الصلاة العشاء وبيكون في الصلاة الفجر. خدوا بالكم صلاة الفجر وبتكون الدنيا الضلمة. والصلاة العشاء بتكون الدنيا ضلمة. الوقتين الضلمة في الصلاوات الخامسة هم وقت العشاء والفجر. علشان كده المنافق لما بيصليهم قدام الناس في المجتمع الإسلامي مثلا بيبقى عارف عشان الناس ما تقولش عليه تارك للصلاة عشان الناس تشوفه إنما الوقت العشاء الدنيا ظلمة في محدد شايف حد والصلاة الفجر الدنيا ظلمة ومحدد شايف حد وبالتالي بيكون مش مضطر إنه هو يمثل مش مضطر إنه هو يوري حد لإنه محدد شايفه فبتكون الصلاة قيلة على قلبه زي جبل أحد ولذلك الوقتين دول وقتين تقال قوي فعشان هم وقتين تقال قوي على المنافقين ده وقت كان يشهد له بالإيمان لأصحابه الذين يحافظون عليه ولذلك يقولك الصلاة في الظلمات وكسرة الخطأ إلى المساجد والوضوء إلى الوضوء كل هذه أسباب من أسباب مكفرات الظنوب ورفعة الأجور عند الله تبارك وتعالى عاوزك تاخد بالك من الكلام الحلولك دلوقتي هل تعلم أيها المشاهد الكريم إن الشيطان بيربط على قفى أحدكم على رأس حد على رأس أي حد ثلاث عقدات الحديث كده ثلاث عقدات الشيطان يعقد على قفى أحدكم ثلاث عقدات يعني بيكتفه أول ما الشيطان بإيه الإنسان نايم بيروح مكتفه الكلام ده كلام غيبي ما حدش يقول إزاي وإنت وإزاي وفين ومين وراح وطلع ونزل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان ده أمر غيبي وأنا بكلمك عن حديث آل الحاصم المعصوم الذي قال الله عنه وما ينطقه عن الهواء إن هو إلا وحي يوح فالشيطان بيستلي من إنسان أول ما بينام ويروح مكتفه تلت تكتفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سامي عني ده فقد انفكت عقدة ومن قام وإذا قام وتوضأ فقد انفكت الثانية فإذا قام وصلى فقد انفكت الثالثة يعني معنى كده اللي ما بيصليش الفجر آين بخيره عارف الكينه بخيره آين بالتلت عقودات بتوعه بالتكتفة بتاعته اللي كان مكتفها له الشيطان فعنشان كده بنقول للناس خدوا بالكم قوم الشيطان اللي بيعمل خضر في الجسم وراحة ولذلك أنا أقول لك على حاجة شوف أنت لو صهران مستني مباراة كرة قدم أو فيلم قادر تغالب النوم وقادر تقاوم وقادر عينك تفنجل وتجحز قد كده وقادر تركز إنما تخيل حضرتك لو قلت أن أنا مستني الفجر والفجر فضل وعشر دقايق حتلاقي نفسك نعزت عن مخد حتلاقي نفسك وتعضي على كرسي راح يتعليك نومة مين اللي عمل فيك كده ده شغل شيطان لأنه بيحزنه جدا أنك أنت هتصلي بيحزنه أنك أنت هتصلي كان شيخنا اسماعيل صدق العدوي يقول لك يا ابني ده ربنا يريد أنه ينفرد بيك ينفرد بيك قلت له إزاي يا مولانا قالك ده بيصحيك قبل العصفير قبل العصفير شوفوا العصفير اللي على الشجر ما بتصحاش ساعة آدانة فجر العصفير اللي على الشجر بتصحى ساعة الشروق ساعة الشروق بداية الشروق كده تبدأ العصفير تزأزأ على الأشجار إنما ساعة صلاة الفجر أتحداك لو سمعت العصفير هتمشي كده وانت راح تصلي او لو عندك على صفحة لقى نايمة لسه ساعة ادان الفجر لان انت المخلوق الوحيد اللي المفروض انك انت ربنا مسحك من نوم علشان تصلي لله سبحانه وتعالى علشان تقوم للعبادة ملكش دعوا بقى بالليسهرانين في مجون وهلس وخلاه وخلافه ناش دعوا بيهم دول استحواذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله دول مش تابعوا انا بتكلم عن لي تابعوا انت والطيور تابع ربنا انما ربنا يريدك قبل الطيور نفسيها ودي عظمة من الله انا بقول انه الفجر هو الفجر عبر عن ايه الفرد الوحيد في الخمس فروض اللي سقط ضحية عادات خاطئة في حياتنا الفرد الوحيد في الخمس فروض اللي سقط ضحية عادات خاطئة في حياتنا مش ممكن واحدة او واحد بيصهر لحد واحدة بالليل وعاوز يصحى بعد تساعتين عشان يصال الفجر هتهال انت مين ده ده يعني سوبرمان ده ولا ايه الله يكون في عون الجميع يعني فطبعا الصهر عندنا لحد واحدة واثنين ده بقى تيكت ايزي ده بقى مسألة سهلة جدا ده بقى مسألة عادية ده احنا دلوقتي بقى اينا نستغرب من اللي بينام بدري يقولك لا ده خم نوم لا ده معرفش ايه ده النموسية بتاعته كحلي علشان الراجل بينام بعد صلاة العيشة ده الراجل بينام تصور حضرتك بقى هات ورقه وقلم وشوف عدد المفاسد اللي بتحصل ابتداءا من الساعة تمانية بالليل او تسعة بالليل لحد الساعة واحدة صباحا انا بس بقولها كل مشاهد ومشاهدة شوف كل الزنوب اللي عملتها كوم والتلات ساعات دول يا محترم كوم تاني خالص كل الزنوب اللي عملتها في اليوم مقدور عليها بصة هنا شاتمة هناك زقة هنا زعيقة هناك قاية بتتقضى وشوية الاستغفار مع الاعتذار بيتعد المسألة انما بقى التلات اربع ساعات بتشوف فيها رقصات وبتشوف فيها مجون وبتشوف فيها نميمة وبتشوف خناقات على الهوى وبتشوف كلام فاحش وبتشوف تمسيليات ضيعة وقتك وبتشوف كلام غيبة ونميمة وبتشوف كلام معاش عارف اقولك وشد عصبي وتوتر انا اقسم لك انه تقريبا 80% من اسباب الامراض النفسية سببها التلات ساعات دول التلات ساعات من 9 على 12 تحديدا اللي هو بقى وقت بيقولوا عليه وقت الزروة او الوقت بقى اللي هو الوقت اللي هو الصعب اللي بيكون في الاعلام اللي انت بتشوف فيه كل حاجة بيتبارى فيه يتبارى فيه قنوات على الهوى بتقديم امور كثيرة جدا في مطاعة الخطورة فلو فوت الفرصة ونمت شوف الهدوء النفس اللي حتكوني عليه شوف الراحة النفسية اللي حتكوني عليه شوف السعادة اللي حتكوني عليه شوف السعادة لما بتصحي في صلاة الفجر ده انت تقدر تصحي قبل الفجر كمان وتقوم الليل وتصلي الفجر وتعود تسبحي لحد ما ييجي وقت الشروق وتقوم تصلي لك ركعتين دحا أو أربعة أو ستة حسن ما ربنا يصر لك كأنك عملت حجة وعمرة تامة تامة تاني تامة تاني يعني ده فضل كبير ما تحرموش نفسكم من وقت الفجر لان وقت الفجر اللي بيضيع منك بيشهد عليك يوم القيامة ان الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا ان الصلاوات بتقول ضيعك الله كما ضيعتنا انت في حمل ان صلاة الفجر تدي عليك انت في حمل ان صلاة الفجر تقولك ربنا ضيعك زي ما ضيعتيني انت في حمل ان صلاة الفجر تشهد عليك يوم القيامة انا هلبلغت اللهم ما فاشهد اثبوتي منبه بتاعك المنبهات ده الصحابة ما كانش عندهم الابشن ده المنبهات احنا عندنا المنبهات والموبايل الحمد لله كل الموبايل عليه منبه توماتيكي كده موجود عليه نزبط المنبه والنام بدري بس ساعة لو لو ننت بدري ساعة حيجيلك ارق وقت صلاة الفجر الامر التالت لازم اختفوا لكم نص ساعة كده قيلولة ولا ساعة وقت العصر ده وقت يا صلاة النبي حضرتك تنام الوقت القيلولة وقت القيلولة طبعا قبل كده بس ما علينا انت نام شغل بيتك وحاجة اولادك وحاجة واختفوا لك الساعة دي يعني الحياة حتلاقي ايه يعني الامور ميسرة وربنا سبحانه وتعالى حيسر لك ويسر لنا ويسر لكم صلاة الفجر استمتعوا بصلاة الفجر شوفي حالة الاستباحة اللي تقومي عليها وانت الصبحة ايما مصلية فردك وقمت لربك من يعني اكروا الطعام وقفشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس ونيان تدخلوا الجنة بسلام شد حيلك يا بطلة وحنا كلنا بإذن الله ندعي لك وبندعي النفسينا ان احنا نكون محافظين على الصلاة نكون محافظين على عهد الله ان ربنا بيصحك من نومك انا عاوز اقول للناس اللي بتصحى الفجر لن يفزعوا يوم القيامة ففزع من في السماوات ومن في الارض انت مش هتكون من الفزعين الا من شاء ربك فحتلاقي نفسك من الامنين يوم القيامة بين يدي الله عز وجل اشتركوا في القناة